مرحبا مساء الخير نستمر في سلسلة المحاضرات حول فكر سبينوزا خاصة كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة كنا قد علجنا مضمون الجزء الأول من الكتاب والآن ننتقل إلى الموضوع الذي سيخصص لمفهوم الرمز وتكون الخيال واخترناك كعنوان لهذه المحاضرة مفهوم الرمز وتكون الخيال الصادق كلبة الملكة وحصان الملك من الفقرة الأولى التي يعالج فيها سبينوزا موضوع النبوة تطرح قضية ارتباط النبي بملكة الخيال وهذا ما رأيناه في محاضرات سابقة من هنا يكون النبي بالنسبة إلى سبينوزا رجل خيال وليس رجل فهم النوم دي ماجنسيون النوم دي ماجنسيون فما الذي يعني هذا التمييز السبينوزي بين الخيال والفهم النوم دي ماجنسيون كما لا يمكن أن يتضمن الياقين كما لا يمكن أن يتضمن الياقين إذن الخيال هنا حسب نص سبينوزا لا يمكنه أن يكون ضامنا لوحده لليقين وكأنه يقول إن الخيال مهم لكنه لا يكفي لكي يتحقق اليقين هذا الأخير لا يتحققه إلا حينما ينضاف إلى الخيال محدد آخر وهو الاستدلال ولما كانت النبوة مرتبطة أساسا بالخيال كما أوضح سبينوزا ذلك في الجزء الأول فلا يمكنها أن تكون ضامنا لليقين السؤال الآن هل هذا يعني أن الأنبياء كانوا غير متيقنين من الوحي الإلهي في ذاته؟ هذا هو سؤال يجبنا سبينوزا في النص سبينوزا كما سبقا وأن قلنا يمأخوذ من كتاب رسالة في اللهوت والسياسات تحديث تهولوجيكو-politيك من الأعمال الكاملة التي سبقا وأن أشارنا إليها في المحاضرات السابقة سبينوزا كما سبقا وأن الأنبياء كانوا غير متيقنين من الوحي الإلهي قد اكتب بالأكتب بالترصيب من الوحي الإلهي في ذاته؟ الوحي الإلهي في ذاته؟ كان ورخيه لشيء لليقين وما كان يحقق هذا اليقين هو language سبرا 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 سابنوزا سابر جنس سابر qui demanda un signe après avoir entendu la promesse de Dieu il a dit il avait la foi en Dieu il avait foi en Dieu et ne demandait pas un signe que lui fait croire en Dieu mais qui lui fit savoir que Dieu lui avait fait telle promesse cela est encore mieux établi par ce que dit à Dieu et fais-moi un signe pour que je sache que c'est toi qui as parlé Moïse aussi dit Dieu dit et que ceci soit pour toi un signe que je t'ai envoyé on a d'aïman toutra kadriyat rams Ézéchias qui savait depuis longtemps qu'Issei était prophète demanda un signe de la prophétie prédisant son retour à la santé cela montre que les prophètes ont toujours eu quelques signes leur donnant la certitude des choses qui est imaginée par le don prophétique et pour cette raison Moïse avertit les juifs qu'ils aient à demander aux prophètes un signe à savoir l'issue de quelques affaires à venir donc dans le nass c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la remse c'est-à-dire qui est-à-dire 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 وعلاقة الرمز بالحقيقة واليقين ثانيا قضية المنهج العلمي وموقع الخيال فيه ثالثا التمييز بين مجالات المعرفة الطبيعية ومجالات اللهود طبعا هو جوهر أو مضمون بما لا شك فيه أن مضمون كتاب سبينوزاري سريف اللهود هو السياسة بين أهداف هذه الكتاب هو أولا تحليل المعرفة النبوية نقد المعجزات التوظيف المنهج التاريخي الذي كان سبينوزاري من رواده في دراسة رموز الكتاب المقدس بالإضافة إلى إضفاء نوع من الطبيعية على جوهر كل رمز كل هذا طبعا يمثل أساس وقيمة رسالة الكتاب رسالة باللاوت والسياسة في تاريخ الفكر الفلسفي الآن سنأخذ نصا من الفقرة الرابعة من الجزء الأول من كتاب والمعنونة أفكار عن الأشياء وأفكار عن الرموز طبعا أنا أريد أن أبدأ من بدأت في البداية من مفهوم الرمز في رسالة باللاوت والسياسة تقلت بعد ذلك إلى كالفين الآن سنتجه إلى نص من نصوص الآن سنتجه إلى أنتوان أغنو وبيير نيكول وهو يتحدث الفقرة معنوانة بأفكار عن الأشياء وأفكار عن الرموز وسنرى كيف عرف كتاب فوق ويال مفهوم الرمز كل هذا لنصل في النهاية إلى الجزء الثاني من كتاب الإتقاء وانوان ديمينتي في الروح ينرى ما يميز مفهوم سبينوزا للرمز يعني عن باقي الكتاب أو فلاسفة العصر الكلاسيك يعني العصر الكلاسيكي عرفة عند العديد من الباحثين بأنه عصر مفهومي الرمز بإمتياز نقرأ نص pour ويال عندما نقرأ ان نفسي ويتوس عاني كل لشيء وقت نفسي وقرأ نفسي كيف عرض نفسي في مفهوم السريب وأن الله يخبر يموت لقد أننا هي كذلك كما أننا هي من حدود والأسيطة الأسئلة التي يتعلمون هنا ويعرف أن هذا يتعلمون ويبقى أنه يتعلمون أننا في الأطفال وأن هذا يتعلمون إلى ما يمكننا هذا الموضوع هل يتعلمون أنه يتعلمون لكن عندما نرغب أن نظر أن نظر أكبر أنه يتعلمون الذي أم يتعلمون هذا موضوع محدد إلا بما هو يمتلو موضوع أخرى l'idée كنوننا هو نulars الأولى ired وفكرة العنية وليسات فكرة عنا شيء الخطوة وفكرة العنية أتصاب موجودة كنانسي كنون ناغذة الجريمة العنية وعقدام السوق لدينا سوق المسأل بخطوة ثانيا يكون رمز يطرم بخطين الفكر الأولى يفكر عن الشيء والفكر الثانية يفكر عن ما يمثله هذا الشيء لأولاً يفكر الأشياء التي تمثل لأولاً يفكر الأشياء والشيء المثال ويقوم بإذن أنه يثير الفكر الثانية من خلال الأولى هذا هو التعريف لا أريد هنا أن أدخل فيما كتبه فوكو مشي الفوكو في الكلمات والأشياء عن الرمز لأن هذا سيجعل من الموضوع أكثر تشعباً وتعقيداً قد نعود إلى هذه القضية في مسألة أخرى ما يهمنا هو أن نميز مفهوم سبينوزا للرمز والدور الذي يقوم به هذا المفهوم في تراكتاتوس الرمز إذن يتضمن فكرتين فكرة الشيء وفكرة تمثل الشيء في العصر الكلاسيكي تم كل من كتاب بوغوية كما سبق لي أن ذكرت هناك من أعتبر أن العصر الكلاسيكي هو عصر الرمز بامتياز الآن لننخص ما توصلنا إليه قلنا إن النبي إنسان خيال وليس إنسان فهم والفارق يكمن في كون ملكة الخيال تكون دائماً في حاجة للرمز في حين أن الفهم ليس في حاجة إليه هنا يتضح الرابط بين الخيال والرمز الخيال مرتبط كما سنرى فيما بعد عندها سبينوزا بمفهوم الثورة ماش ومفهوم الأثر فما هي الصورة إذن ما هي الأثر وللإجابة عن هذه الأسئلة سنضطر للعودة أو لمعالجة الجزء أو الكتاب الثاني من الإتقاء والمعنوان ديمينتي والذي يعالج في سبينوزا بمفهوم الروح ومفهوم الجسد كذلك طبعاً هو سبينوزا يعانون عنوان هذا الجزء في الروح ولكنه حينما نبدأ بالكتاب نجده يتحدث عن الجسد طبعاً هذا له غرض الغرض هنا من طرف سبينوزا هو نقد تنائية الروح والجسد لكي بغرض يعني إضاح أن لا وجود تعارض بين الروح والجسد هنا معرضة منه للتقليد الفلسفي السائد هو القائم على فكرة تنائية تنائية الروح والجسد تنائية الله والعالم تنائية مظهر والجوهار إلى آخره في الجزء الثاني من الإتقاء يمكننا أن نجد الأسس التي تستند عليها نظرية سبينوزا في الرمز والخيال طبعاً ميز سبينوزا بين ثلاث أنواع أو ثلاث أنماط للأفكار هذه فكرة لا بد أن ننطلق منها لكي نميز مفهوم سبينوزا للرمز وكذا لنعرف ولنتعرف على مضمون تحليل سبينوزا لقضيات النبوة وأول نمط يشير إليه سبينوزا في الإتقاء هو ما يسميه الأفكار الإنفعالات أفكسيو أفكسيو هي على النقيد من أفكتوس أفكسيو أفكتوس في اللغة الفرنسية يعني هناك تمييز كذلك في اللغة اللاتينية واللغة الأصلة التي كتب بها سبينوزا الإتقاء أفكسيو بالنسبة إلى سبينوزا هي نمط من الأفكار طبعا بعد هذه الأفكار الإنفعالات وهو قولوا المستوى الأول من أنماط الأفكار نجد المستوى الثاني وهو المستوى القائم على التوظيف المفاهيم يعني لدينا مستوى أول أفكار المفعالات مستوى ثاني مفاهيم ثم بعد ذلك المستوى الثالث هو الأفكار لدينا معنا لدينا مستوى الثالث هو أنماط الأفكار عند Spinoza. إذن عنا إدى أفكسيو إدى نوشيو إدى إسانس. ثلاث مستويات لأنماط الأفكار. طبعا سنبدأ من النماط الأول وهو الأفكار الإنفعالات. نديق سيدو Spinoza بأفكسيو طبعا أفكتوس قلنا عند Spinoza إيا variation de la puissance d'agir. في حين أنا أفكسيو إيا حالة جسد وعيين حينما يؤتير فيه جسد آخر. أنا إنفعال أو حينما يتأطر جسد ما بجسد آخر. نجد مثالا شهيرا لسبينوزا على هذا على ما نحن بصداد البحث فيه في الكتاب التاني proposition 35 سكولي ما يقول الإنفعالات. أو ما معنا إذا إذا فالنمط الأول من الأفكار التي يتحدث عنه سبينوزا هو كل نمط بالنمط الأول للمعرفة 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 يوجد في درجة أدنى لأن في هذا الممط من المعرفة بالنسبة إلى سبينوزا لا تتحقق معرفة الموضوع أو معرفة الشيء لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال وصف الأثر لا تخاص لا أعرف الموضوع وإنما فقط أكون فكرة عن أثر هذا الموضوع كمن يحس مثلا بأثر الشمس عليه وليس خلال معرفة بالأسباب لكوز هنا أعرف الأثر ولا أعرف الأسباب وما هو مهم هو أنني لا أذرك العلاقة القائمة ما بين السبب والأثر وأثره ناخد مثال آخر الشمس تذيب الشمع وتصلب تقوم بتصلب الأرجيل هذا المثال مثلا يعبر عن الأفكار الانفعالة انفعال بالشمس وانفعال بالأرجيل لأني أرى الشمع يذوب كأثر للشمس وأرى الأرجيل يتصلب كأثر للشمس وبالتالي فأنا هنا أدرك آثار ما يحدث ولكنني لا أدرك السببية هنا لا أدخل في في السببية بمعنى لا أجيب عن السؤال لماذا وما هي الشمس إلى آخره ولماذا تقدم لنا هكذا تأثير إلى آخره بقدر ما أحبس نفسي في إذن في الأفكار الانفعالات لزيد وفي الإدراك الانفعالي لا يمكنني أن أجيب عن الأسئلة التي تتعلق بالسببية التبكير الأفكار هي أفكار تضعنا في آثار الأشياء وفي آثار المواضيع لتخاص للشوز لتخاص ولكن لا تخويلنا إمكانيات معرفة السبابية أو إدراك السبابية نقول في هذه الحالة أن الأفكار هي الأفكار الإنفعالات الإداء الأفكار ومستوى الأدنى من المستويات أنمات التفكير عندها Spinoza هي تمثلات آثار تقبير تقبير أفكار السباب هذه الحالة هنا نكون فيما اسمه سبينوزا كذلك بلس إدهي إنادكوات هنا كذلك عنده مفهوم آخر ومفهوم اللاتنية في هذا النمط من الفكر ما يستحكم في الأفكار هو صدفة صدفة اللقاءات وليسا الاستدلال من كما يقول جيل deleوز في عن هذا النمط كناسانسة دي افت اي نان با اي نان با اي نانسانس دي كوز الان لكي محاول ان نساوي يعني هاد هادة طرح اتاجه الى جزء الثالث من رواية كان قد كتبها فولتير وهي رواية فلسفية عنوانها زادق في هذا الجزء الثالث معنى زادق هو الصادق يعني عاشت تخيلها فولتير انها كانت في بابي من خلال هذه الرواية الفلسفية يعالج فولتير يعني الكثير من القضايا وخاصة القضية المحورية التي يعالجها هي قضية المصير مفهوم المصير من خلال نقده للايبنس ساتجه اذا الى الجزء معنوان الكلب والحصان طبعا ساخذ طبعا حكاية هي حكاية طريفة وغنية من الناحية الفلسفية في البداية يعني الجزء الاول هو مكفوف في الجزء الاول يعني يتحدث فولتير عن عن زادق زادق بمعنى الصادق ورجل صادق رجل محبوب في بابيل يعني يحترم النساء يحترم اصدقاء لا يتدخل كثيرا في المناقشات العامة في مقاهي بابيل الى اخره رجل غني ويظن انه سعيد الى اخره في هذا الجزء سيكون زادق ستكون له رغبة بالزواج مع شخصية اخرى وهي سميق هي قريبة كانت من الملك ابنت الملك طبعا ستقع العديد من الاحداث انا ما يهمني في هذا في هذه القصة هو الجزء الثالث والمعنوان بالشيء والشيء والشيء في هذا الجزء طبعا غراد 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 هو نقد المفهوم الملكي للعدالة طبعا طبعا سيكون سيكون بصدد القيام بجولة في ارجاء بابل وفجأة سيجد نفسه سيجد عبيد القصر وجنود الملك يسألونه عن كلبة الملكة وحصان الملك سيسألونه سيجيب زاديك زاديك سيصف مثلا في الحالة الأولى حالة كلبة الملكة سيسأله مثلا الجندي سيقول له هل سبق هل رأيت كلبة الملكة تمر من هنا كلب الملكة يمر من هنا فسيقول له زاديك نعم لن يقول نعم ولكنه سيصف الكلبة كما ينبغي كما هي في الواقع وحينما سيترح عليه السؤال سيقول له لا أنا لم أراها نفس الأمر سيتكرر مع حصان الملك سيصف حصان الملك ب وصفا دقيقا وسيصف كلبة الملكة وصفا دقيقا ولكنه سيجيب في كل مرة بأنه لم يرى لا الكلبة ولا لا كلبة الملكة ولا حصان الملك سيتعرض لمحاكمة لأنهم سيتهمونه بعدم سيتهمون رأيه بالتناقض سيقولون بأنه سرق الحصان والكلبة وأنه يكذب لا يمكن بدون أن تنظر بدون النظر لا يمكن وصفه ما وصفا دقيقا بدون بدون النظر إليهما طبعا هنا بعد قبل نطق بالحكم بالنفذ ذاديك س سيتحدث سيأتي الجنود وسيقولون بأنه موجدوا في النهاية حصان الملك وكلبة الملكة بما سيبرئ ذاديك و سيدفع ذاديك إلى يعني إلقاء خطاب سأقرأه الآن يوضح ما وقع لذاديك وما الذي دفعه وما الذي كان وراء وصفه الدقيق لما حدث بدون أن يرى لا الكلبة ولا الحصان إلقاء المترجم للقناة 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 مهما بسرعة ونسى البحرات حقاة تشبه مشتاك في يزال يشبه برسو كبيران رجل يشبه وجد وعالي عشبه وكما يشبه لم يتذكر وكذلك يشبه انه تشبه لذلك يشبه كما في منهم وقاله يَغَرَى برسوه أموالي برسوه 23 كارا وقاله يحبه لسنى الشباب كنت أجدتها أنت مجموعة بشكل مجموعة وما أجدتها في سنة أجدتها في الساعة من المعرفة أنها تساولت على سنة لأسفة وما كانت الأسفارين في السنة لنسبة لنسبة هنا هنا زديك يشرح كيف أنه عرفة أو تمكن من معرفة الكلب والحصان معرفة تقيقة بدون حاجة إلى الرمز زديك انطلق من الآثار الأقدام آثار أقدام الكلبة وآثار أقدام الحصان وكذلك من أوراق الأشجار التي تطايرت من الأرض إلى آخره فتعرف على الحصان وتعرف على الكلبة بدون رمز بدون أن ينظر إليهما إذن هنا ماذا يعني أن الصادق؟ التساؤل الذي يطرح أن هذا الجزء موضوعه ومفهوم العدالة ويتحدث عن العدالة فالطيق أراد من هذا الجزء أن ينتقذ المفهوم الملكي للعدالة وكيف أن الوجود الإنساني مجرد أن تقوم بجولة في الغابة أو بمجرد أن تطل من النافذة يكون الإنسان مهددا بالسجن ومهددا بالمنفذ هذا ما ينتقده فولتير وهذا ما يشير إليه فولتير في رواية زديك وهي رواية جد فلسفية جد جميلة لكن في هذا السياق في حديث زديك الصادق عن تجربته مع كلبة الملكة وحصان الملك هنا الموضوع هو نظرية المعرفة السؤال الآن هل كان الصادق في هذه الحكاية رجل خيال؟ أم رجل معرف بالآثار بدون معرفة بالأسباب؟ أم تجاوز النمط الأول من المعرفة الذي تحدث عنه سبينوزا؟ إذن بالنسبة إلي هذا ما تجربة الصادق مع الكلبة والحصان توضح معنى أو نظرية سبينوزا في أنماط الأفكار الصادق هنا يدرك الآثار وأسباب هذه الآثار ورعا لتخاص وجد آثار الكلبة ووجد آثار الحصان على الطريق ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد انتقل إلى المستوى الثاني والذي يتحدث عنه سبينوزا المستوى الثاني ومستوى إدراك العلاقة السببية كيف ندرك العلاقة السببية ما بين السبب والآثار؟ لاحظنا ذلك عند ذلك ندرك ما باش بالاستدلال الصادق لم ما شافش الكلبة وما شافش الحصان ولكنه وصفهما بدقة لماذا؟ لأنه رأى الآثار أدرك العلاقة القائمة بين السبب وآثاره وقام بالاستدلال هنا انتقل وكأنما الصادق ينتقل من النمط الأول للتفكير القائم على إلى النمط الثاني من التفكير القائم على المعرفة العلاقة ما بين السبب والآثار طبعا كل هذا يقوم به زادق بدون ما يشوف لا جسد الكلبة ولا جسد الحصان بمعنى بدون حاجة للرمز هو جزء النبي طبعا بالنسبة إلى سبينوزا موضوع آخر يكون في حاجة إلى الرمز لكي يتحقق في حين أن الصادق لم يكن في حاجة إلى الرمز إذن بعبارة أخرى النبي هنا عند سبينوزا كي يبقى في النمط الأول من الفكرة في النمط الأول من التفكير القائم على الخيال والقائم على مفهوم الرمز كي ننتقل إلى المستوى الثاني ننتقل إلى مستوى ملكة فهم مستوى معرفة العلاقة السببية القائمة ما بين السبب والآثر كذلك قضية الاستدلاع طبعا هنا نكون قد انتهينا من هذا الجزء الذي حاولنا فيه أن نعالج مفهوم سبينوزا الرمز في علاقته مع أنماط التفكير النمط الأول والنمط الثاني ونمط الثالث النمط الأول قلنا أنه هو نمط قائم على يزيد أفكسيو النمط الثاني قائم على الأفكار المفاهيم والنمط الثالث على الأفكار الجواهر طبعا في الزاء اللاحقة سنحاول أن نتطرق أكثر إلى المسألة السياسية التي كانت محورية في كتاب سبينوزا رسالة بلاوت والسياسة وكذلك سنحاول أن نستمر في الجزء الثاني من كتاب سبينوزا الإتق وشكرا